منذ إعلان نتائج الامتحان الكتابي لمهنة المحامات قبل أسبوع جاف النوم عيني أمين الذي عد النتائج غير منصفة وشابتها خروقات كثيرة بحسبه نحتج على ضييع فرصة تضييع فرصة إن صح التعبير في امتحان المحامات ليس أمين وحده من تضرر من النتائج مئة الطلبة الآخرين احتجوا أمام البرلمان للتعبير عن استنكارهم لما وصفوه بالامتحان على المقاس بعد ظهور أسماء قيل إنها من أقارب وزير العدل ومحامين ومسؤولين ذوي نفود احتجاجات وصل صداها البرلمان حيث ناقش محامون ومسؤولون ما أسموه أزمة قطاع المحامات في المغرب وزير العدل أعبر عن امتعاضه من الجدل القائم متمنيا النجاح في إصلاح قطاع المحامات كما قال لكنه امتنع عن الحديث لنا بشأن موقفه من النتائج أحزاب ومحامون أعبروا عن تأييدهم للطلبة ودعوا إلى فتح تحقيق لتحديد الجزاءات أكثر من ألف متضرر كلهم عازمون على اللجوء إلى القضاء الجنائي لوضع حد لكل هذا الفساد وكل هذه الشبهات التي أحيطت بهذا الملف كان أعتقد على أنها فيها تضارب حقيقي للمصالح فيها إساءة لمؤسسات الدولة منظمات مدنية وحقوقية وقفت لجانب المتضررين ووعدت باستجلاء حقيقة ما حدث والكشف عن مدى علاقة الناجحين بمسؤولين بوزارة العدل إلغاء النتائج الأخيرة وإعادة الامتحان على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص ثم محاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة وكان نحو 78 ألف مرشحين قد تقدموا لامتحان المحامات نجح منهم نحو ألفين فقط في الاختبار الكتابي وفي ظل تمسك الأطراف بموقفها يعتزم الطلبة المتضررون من امتحانات المحامات التوجه إلى القضاء لطعن فيها وإلغاء نتائجها نهائيا طعن قد تكون له ارتدادات سياسية وشعبية تجاه وزير العدل عبد السمد الجطوية العربي الرباط